ما تبقاش هندي دي جاية من البيت على الريت كانت بيط على طول كده ولا ليه علاقة بأي حاجة لا يا جماعة ده أنا يكفيني إن أنا اشتغلت مع شيخ المخرجين الأستاذ حسن عبد السلام في المسرح أستاذ حسن عبد السلام يعني ليه روايات رغيبة كفاية بس سيدة الجميلة اللي كلنا بنعيش وبنحلم وبنتفرج وبنتعلم منها فأنا اشتغلت معا مثلا خمس روايات لو هندي مش شطرة مش هيجبها تاني مرة ولا تالت مرة ولا رابع مرة أستاذ وجيش الناوي اللي عمل ليه كلام رجالة عملت معا خمس أعمال كلام رجالة ده كان مقصر الدنيا عشان بس محد يقول لك أصلحنا ما شفناهاش من ساعة كلام رجالة إزاي طب قلبي دليلي آخر عمل ليه كان مسلسل قلبي دليلي كان أستاذ مجدي صابر طبعا السيناريستو المؤلف والكاتب الكبير ودكتور محمد زهير رجب طبعا مخرج العمل والأستاذ الفاضل الله يرحم أستاذ سماعيل كوتكوت هو منتج العمل أنا كنت عاملة أم ليلة مراد مكتش الناس مصدقة أن يند عاكف بسنها الصغير ده تعمل أم ليلة مراد وهي ليلة مراد صغنانة وبعدين مراحل 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 دور مركب يعني وبتجبر بعد كده وبتموت وقبل ما توصل للخمسين سنة كان طبعا زكي مراد أبو ليلة مراد أستاذ عزة أبو عوف طبعا يعني شقدر أقولك كان بيشجعني إزاي وكان طاير بيا في الشغل وقولي بعد كده مش هنعرفني جيبك من أني استيديو وهدو أخينا وكده بعلو صوته قدام الناس فالحمد لله يا رب وطبعا لو هنتكلم برضو كان فيه بقى نجوم كبار في العمل يعني مش هند لوحدها ولكن أنا بكلمك على الشخصية اللي أنا عملتها فأنا سعيدة جدا بكل اللي أنا عملته ولما قلتها بل كده أنا عندي تاريخ لا الحمد لله أنا عندي تاريخ فني ومشرف حتى لو هو قد كده بس هو مش قد كده بس اللي عايز يبحث على هند عاكف ويعرف هند عاكف يدخل يكتب أعمال هند عاكف مسرح سينما تلفزيون فوزير صح أهماني بس أستاذ وحيد سيف يعني أنا برضو افتكرته لسبب لأن أنا لما عملنا الدبابير في لبنان كانت مكسرة الدنيا وصورتها موجودة على اليوتيوب دلوقتي عندنا فقرة اسمها لبيا والعليا إمتى لقيت أن لبيكي والعليكي دخلت في حوار ودبست فيه ببقى متضايقة جدا وزعلانة جدا ومش بحب الظلم أنا عمر مازالا متحد فما بحبش حد يظلمني وماليش يد فيه ولا بي ولا علي فعلا في يوم الأيام كل حاجة هتبان وزي في عندنا نجم كبير يقولك الحقيقة لازم تكل شيء انكشف وبان كل شيء حينكشف ويبان أكيد عندنا فقرة اسمها ولا بنخاف هند عكف بتخاف من إيه؟ ما بخافش من حاجة خالص غير من ربنا سبحانه وتعالى بس أكيد في حاجات بقى يعني فيه ناس مثلا بتخاف من حيوانات فيه ناس بتخاف من لا ما بخافش من حاجة بخاف على نفسي لأن أنا لو في حد أسائلية هيسيق للعيلة بخاف على العيلة بخاف يعني العيلة دي بالنسبة لعيلة عكف دي يعني أنا شايلة تاجة على روصي لازم أبقى عاملة حسابه كويس جدا لازم أبقى مخلية بالي إن ما فيش أي حاجة تحصل تسيق للأسرة لأن مش حينفع بعد العمر ده كله والاسم الكبير لعيلة عكف تيجي هند عكف تسيق ليهم فبخاف لما جي مثلا يجي تعرض علي دور بذكره كويس لما فيه دور مثلا من أدوار اللي ما بحسش إنها حينفع تتعامل فبقول لأ مش عملها لأن أنا بحمل يعني رسالة أو بحمل مسئولية الأسرة ما عنديش استعداد حد يقول لي ليه يا هند يعني عملت ده ده أساءل الأسرة ده دايقنا ده عملنا كده فبخاف على الناس جدا خوفي كمان على الناس جدا 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 لكن أنا ما بخافش من حاجة الحمد لله غير من ربنا سبحانه وتعالى طيب في موقف مثلا حصل لك حساتي من قلبك يعني بعد الشر هيقف من الخوف لا أولا معتقدش يعني أنا مش بخاف طبيعي شجاعة يعني أنا الحمد لله يعني والدي يا لرحمه وهو بعبد وعبد المين معاكف علمني إن أنا ما أخافش وأنا صغيرة يعني دايما يعني أنا ما كنتش بخاف من حاجة ولما كبرت الحمد لله ما بقيتش خاف من أي حاجة وده خلاني كمان أتحمل مسئولية وأبقى سبورة وضبط النفس وأعتقد واضح جدا ضبط النفس باللعدة بتشوفه دلوقتي لا أنا ما بخافش من حاجة بصراحة ترجمة نانسي قنقر